أفادت بلدية الكويت أن ما تم تداوله بشأن هدم سوق الإسلاح فيلمباركية غير الدقيق موضيحة أن ما سيتم هو إعادة تنظيم للمنطقة التجارية السابعة التي تضمه وذكرت أن تلك الأقارات غير محافظة عليها وهي عبارة عن مباني يمكن هدمها وإعادة بنائها بما تقتضيه المصلحة العامة بناء على كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب والذي يختص بالمحافظة على المباني التاريخية والأثرية في الكويت ترجمة نانسي قنقر